كان فيه لقاء نادر لسعد الدين إبراهيم الشيخ حسونة مع الصحفي الأستاذ حافظ المرازي خادته الحماسة الأديمة حكم يموت الزمار وصابه وتلعب يعني المهنة الأديمة بتتسيش فخادته الحماسة الأديمة بتاع صورة 19 فقعد يحكي مع حافظ المرازي كان بيحكي ذكرياته مع السيسي وإزاي مدير مكتب السيسي المدو عباس كامل اتصل بيه يطلب منه عمل برنامج انتخابي للسيسي وقال له عباس كامل احنا عارفين انك انت عملت برنامج أحمد شفيق هنا أطعو المرازي وسأل السؤال الوجودي اللي هيكون سبب مشكلة تحصل ويقول له آه على ذكر أحمد شفيق إلا بالحق أحمد شفيق كان فين راح فين فسعد الدين إبراهيم كان بعيد عن التركيز وعنده شجاعة من بتاعه زمان فكشف المسطور اللي هيقلب عليه الدنيا حضرات السادة استعدوا للفيديو ده الرجل ده سعد الدين إبراهيم أو الشيخ حسونة سابقا حاليا في فيديو مع الأستاذ حافظ المرازي بيكلم على الانتخابات وغيرها وفي الفيديو ده يا حضرات هنسمع بقى قال إيه عن أحمد شفيق نسمع كده مع بعض هو فين الفريق أحمد شفيق على فكرة راح فيه والله ده سؤال وجيه لا أفضل أعتقد أنه اختار أن يخفف من الوجود على السحر وأنا هقول لك بعد كده أن أنا التقيت وصدفة في أحد الرحلات في داخل وصف يعني فأنت فينا ست تقريق قال لي أنا موجود إنما يعني أنا لدي بنتين أنا طبعا مش عارف ذلك الكلام ده يعني الرجل يسمعني فيه ولا لا إنما أنا خوفي على بناتي جعلني أطلق السياسة الرجل كبير يقول هذا كلام وهو في غير التأسر اللي إذا راجت هنا بسواه في المقادع بكيب دموه إن الراجل الحرش الشديد على بناته كأنه يفضل أن لا يستمر على الساحة السياسية الواقع المهمة بتأكيد بتبدي ملمح على أين نقف الآن بالضبط ويمكن هو ده اللي خلل البرادة كذلك يزهد لأنه هو الحاجة القريبة بين الكلام ده هو عنده بنته واحدة غزن إذا ما بتخوني زاكرة وكان خوفه عليها وخوفه على أسراته الصغيرة هو اللي دفعه أيضا أنه يتجنب الاستمرار في العمل السياسي يعني كلها علاقات لما تساعد في إضاحة الصورة والموقف العام يعني ممكن نسميها جملكيات الخوف العربية سعدين إبراهيم بيقول أن السيسي حامل حما المرأة المصرية كانت أجهازته بتضغط على المعارضين ببناتهم ولم يشفع ليهم أن واحد كان نائب رئيس جمهورية زي محمد البردعي والتاني كان ابن المؤسسة العسكرية وقائد القوات الجوية زي أحمد شفيق يعني ابن المؤسسة العسكرية مهددين ببناتهم بولادهم أحمد شفيق اتهدد ببناته وبكى ده اللي بيقوله سعدين إبراهيم سعدين إبراهيم دلوقتي بقى عمره 83 سنة بيقول أنه قابل شفيق صدفة وسأله انت فين يا ست الفريق فقال له بقى أنا بناتي وأنا خاف على بناتي وبكى أحمد شفيق قهرا الراجل اللي كان قائد القوات الجوية الراجل اللي كان رئيس وزارة الراجل اللي كان مرشح قوي جدا للرئاسة الجمهورية قاعد في البيت ما تفتحش بقك وإلا بناتك مهدد ببناته شوف الوطي شوف السفالة ويطلعوا بتاع الجماعة بتوع ما تتنمروش على بنت السيسي يطلع يكلمك على الأدب والأخلاق وعيب ما تتنمرش على بنت السيسي بينما ده مهدد ببناته وعادي يتهدد بالبنات عادي بس تتنمر على بنت السيسي هنا بقى نستدقي كل موروس الأخلاق بتاعنا عيب وما يصحش وما تتنمرش عليها وما تتكلمش كده وما تجيبش سلة فستانها بس بنت شفيق لما تتسحل عادي جدا أو لما يطلع عليها يطلعوا لها حاجات من بتاعتهم بقى وأفلام خلا عادي جدا بناتنا وولادنا لما يتسحلوا عادي جدا زوجاتنا لما يتجاب سرتهم عادي جدا لكن الأخلاق ما نفتكرهاش غير لما بنت يسيسي تطلع في الموضوع زي كده الرسول عاش السلام ما نتكلمش عليها غير لما كان بيأكل شجر في شعب أبي طالب يأكل شجر مع بعض لكن الرسول بقى اللي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لا ما نعرفوش ده ما بنجيب سرته وما خدناش بالنا انه الصحابة اللي قاعدين معاها في الشعب بيأكلوا الشجر ما قلوش نزل عينا أكل والحاجات دي ليه لأنه قاعد بيأكل معاهم لأنه بيأكل معاهم ما بيروحش يسيبهم ويروح على القصر النبوي وبعدين يجي لهم الصبح لا ما بيروحش ما رحش يجاب جمل مملكة السماء وقاعد فيه وش خلاص وبعدين يروح يقولهم أخبار كويه يا ولاد يا صحابة بتاكلوا وراء شجر كويس لا دا قاعد معاهم طيب يقولوا ليه ما ناخدش بقى إن احنا بالحاجات دي بقى احنا نفتكر موروس الأخلاق بس إذا كان الكلام على بنت السيسي أو على مرات السيسي لكن مرات أي واحد مننا لا عرضها مستباحة على أي حال الحوار اللي قالوا الراجل دا شيخ حسونة شيخ حسونة اللي شارك هناك في ثورة 19 في الفيلم لكن دا مفيش ثورة 19 حاجة الحوار دا إنه قابل الراجل دا فقال له انت فين؟ قال له دا أنا بناتي وبكى كهرا يبدو إن الحوار وصل لأبانا الذي في المباحث في المخابرات لأنه بعدها بكام يوم سعد الدين إبراهيم كتب مقال عن تأييده للسيسي لفترة انتخابية جديدة تخيل؟ وحط شبه برنامج انتخابي بيقول فيه مبررات تأييده للسيسي يعني هذا الرجل اللي حط برنامج أحمد شفيق قابل أحمد شفيق فلقى أحمد شفيق مختفي فلقى بكى وقال له انت فين؟ قال له ولادي وبناتي وأنا خاف على بناتي وأنا عايش لبناتي ممنوع أتكلم ممنوع أطلع فدي جمهورية الرعب الراجل مهدد بناته اللي مهدد أحمد شفيق ببناته الأخ ده نفسه طالع يأييده في مقال لفترة انتخابية اسمع بقى كتبه في المقال كده أؤيد السيسي لفترة رئاسية جديدة سعد الدين إبراهيم المصر اليوم أولا هناك نعضة عمرانية هائلة وتمت إزالة العشوائيات ثانيا غيرت مبادرة حياة كريمة الريف بقراه التي تتجاوز خمسة آلاف قرية ثالثا تضعف عدد الجامعات لتصل إلى أكثر من ثلاثين جامعة رابعا وفر النظام تأمينا لحدود مصر وتحديث قدراتنا العسكرية خامسا اكتشاف واستثمار حقول غاز المتوسط سادسا وصول التنمية لكل ربوع مصر وأحياء وتنمية البحيرات وهكذا يبدو لمن ينظر إلى خريطة مصر من الفضاء أنها ورشة عمل لا تنام ولتلك الأسباب وغيرها فإنني لن أتردد في تزكية عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والله على ما أقول شهيد يعني يا حضرات لو كان قال كلام منطقي يتناقش بالعقل كنا يعني قلنا والله الرجل ماشي هو ده نفسه اللي مع حافظ المرازي هو نفسه اللي قال قابلت أحمد شفيق انت فين قال له أنا قاعد وبتهدد بولادي وبناتي هو نفسه اللي اتفق مع حافظ المرازي على أنها جمهوريات خوف جمهوريات رعب هو نفسه طلع يزكي السيسي